أقول كيف؟ جعلت زوران مع شوق الجماعة اللي هم بارة الهلال اللي فاز فيها على الهلال غير كذا خسر مع الخليج خسر مع الاتفاق ضيع مباريات كثيرة كان ممكن خليها لما تقول لي خسر مع الخليج وخسر مع الاتفاق وخسر مع التعاون وين وصل؟ وين وصل؟ لو حققنا النتائج كان على عتاب بطولتين جاهزة لا 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 ما كان على عتاب لا وين وصل النهائي يبو فارس وصل النهائي الكاسو العهد كان ينافس وصلنا نهايه وكان الثاني في الدولة يوم ترك النصر يخلون العبرة في النهايات تتكلم عنه ما همسك النهايات مش الرجل أنا أقول لك يعني أنت نحن جاء وعد في النهايات ومدرب النهايات وضيع كل النهايات تركز لي على محاسنه وتنسي سيئاته ضيع على النصر أكثر من 12 نقطة كانت كفيلة أنه ياخذ بطولة الدوري 12 نقطة مع فرق الوسط والمؤخر هذه يجب أن ننساها قلت لك امبارات الهلال هي اللي جعلت زوران تكتيكيا مع شوق الجماهير لكنه عندما ذهب للعين النصر لو لا النصر ما كان عرف من قبل العين بس كان فيه على حديثك واضح أنه كان فيه خلاف طلعتك كانت أنا شوف أركز على الكلام أنا لي في اللي أراه المدرب وش طلع في المؤتمر الصحفي قال فهو يا أم كذب كذب على الجماهير لما كان في المؤتمر الصحفي اللي في الرياضة يمكن عشان يطلع عشان يخلون يطلع ما هذه كرة قدم إحنا ماسكينا السجن ممكن عندك عقدة لازم يكمل أوتكل هو اللي هو اللي دفع الشرط الجزائي ما هو النصر اللي دفع شرط يا أخي أنا قل لك من اللي دفع الشرط الجزائي هل هو أو النصر النصر هو اللي دفع الشرط الجزائي وذهب للعين بناءًا على كلامه اللي صرحه أمام الجماهير احنا ندخل في النواية كان يبغى يهرب كان يبغى يطلع كان مش عارف ايش احنا يجب ان نثق بما يتكلم الرجل الرجل تكلم كده لما راح الامارات تكلم بشيء اخر اعتقد انه هذا غير تصرف غير احترافي من المدرب و مع الخيل اكتب الصارح لي جاتنا في الاخير انا قل لك المدرب يعمل في الملعب وليس خارج الملعب طيب خلينا نروح انا نقول لك مارفك لو سألوها السؤال قال اسألني في المباراة اسألني خارج الملعب هذا الفرق بين مارفك والمدربين الآخرين طيب خلينا نروح الحين لنشرة الاخبار الثانية عشرية غلا فيك محمد حياك الله اخوها انا شكرا لك ولضيفك الكرام